موسيقى اهلا بكم مشاهدين الى حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها اهم وابرز ما تقوله الصحف العربية ومواقع الاخبار البداية من العنوان البارز الذي تصدر موقع يمن مونيتور في صفحته الرئيسية والذي يتحدث عن الموضوع اليمني في الانتخابات الامريكية وتأثيره على التصويت يتساءل الموقع ويقول اين يقف ترامب وكلنتون من الازمة في اليمن يقول الموقع نقلا عن ما اورده موقع ATTN الامريكي لماذا دخلت الولايات المتحدة في حرب اليمن من دون ان يلاحظ احد وحول ذلك جاء السؤال اين يقف المرشحون للرئاسة من هذا الصراع وفي ترجمة اليمن مونيتور تحدث ترامب عن اليمن بشيء بسيط خلال لقاء مع شاشة فاكس خلال يناير ولكن حديثه يترك الكثير من الخيال وقال ترامب اقول هذا عن ايران تبحث الذهاب الى المملكة العربية السعودية من اجل النفط انهم يريدون المال ويريدون الكثير من الاشياء الاخرى التي يجب القيام بها اضف ترامب الحدود بين اليمن والمملكة العربية السعودية هي ابرز التطلعات الايرانيين لمهاجمة السعودية والدخول اليها وبصراحة لا يمكن للسعوديين البقاء على قيد الحياة بدوننا والسؤال هو ما قدرة السعودية لتدفع لنا لانقاذها وظلت حملة هيلاري كلينتون ايضا صامتة على هذه المسألة وفقا للموقع وظلت منافسة ترامب المنافسة الديمقراطية ملتزمة بالصمت بشأن الاحداث الاخيرة في اليمن موقع موقع بوست عنوان في صفحتي الرئيسية اصر ضحايا مجزرة معسكر العبر ينتقدون تجاهل التحقيق في الحادثة ويطالبون بضمها الى مهام لجنة التحقيق الدولية قال الموقع ان اهالي ضحايا مجزرة معسكر اللواء 23 ميكا بمنطقة العبر بحضر موت انتقدوا عدم قيام قيادة الجيش الوطني والتحالف العربي لدعم الشرعية باجراء تحقيق في المجزرة التي راح ضحيتها عشرات الضباط والافراد من المنتسب قوات الشرعية وذلك بقصف طيران التحالف العربي بداية شهر 7 عام 2015 وقالت اصر شهداء وجرحى مجزرة معسكر العبر في بيان انه منذ الحادث وهم ينتظرون التحقيق في المجزرة التي تعرض لها اقاربهم في معسكر اللواء 23 ميكا بالعبر والتي نتج عنها استشهاد العشرات من الضباط والجنود من مؤسسي النواة الاولى للجيش الوطني وفي مقدمتهم العميد احمد يحيى الابارع في قصف لطيران التحالف اعلن حينها انه قصف خاطئ اضف البيان ان اسر الشهداء والجرحى يواجهون بالصمت والتعتيم يواجهون بهذا من قبل المعنيين مع العلم انه لو اعلنت نتائج التحقيق في حادثة العبر وحوسب المسؤولون عنها لما استمرت الاخطاء الكارثية للتحالف ولما وصلنا الى مجزرة اخرى وهي الصالة الكبرى للمرة الثالثة تحت هذا العنوان كتب السياسي المعروف يسين سعيد نعمان مقالا ونشره في موقع الموقع بوست وقال يسين للمرة الثالثة تجتمع الدول الاربع لمناقشة الازمة اليمنية بحضور المبعوث الاممي الى اليمن ثم نسمع جعجعة ولا نرى طحين يسبق الاجتماعات صخب هائل يخيل اليك من شدته ان اليمن اضحت في بؤرة الاهتمام الدولي من هول ما خلفته الحرب من كوارث وآلام وضحايا ودمار ثم ينعقد الاجتماع ليناقش الوضع في اليمن والعقول مشغولة بالموصل وحلب والعلاقة مع روسيا الى اخره ويترك امر اليمن لتصريحات خاصة يطلقها الكبار ولبيانات تصاغ بمفردات فيها من الحياء ما لو وزع على الكون لاشبعه حياء صحيح ان البيان الاخير كرر ما قاله المجتمع الدولي مرارا وتكرارا بشأن الحل ومرجعيات وقف الحرب والعودة للعملية السلمية واضاف عدم الاعتراف بالخطوات الاحادية غير ان اللغة التي عرض بها البيان جاءت من الضعف حيث بدى وكأنه يتحرك خارج الحل المطلوب لانهاء هذه الحرب حتى بصيغته التوفيقية التي عرضتها هذه الاجتماعات من سابق وما بلوره المبعوث الاممي في نهاية مشاورات الكويت ورفض وفد الحثي وصالح التوقيع عليه لم تعود الحرب في اليمن تحتاج الى مثل هذا الحياء هناك حرب يجب ان تتوقف وهناك مرجعيات متفق عليها للوصول الى ذلك وهناك لغة للتعبير عن ذلك لا بد ان تعكس بوضوح ارادة دولية جادة هناك من يقهقه طرابا لهذا الحياء بعد ان اغرتهم تطورات الاحداث المؤلمة التي ترافق الحرب الطويلة بمواصلة الرهان على الوقت طالما ان الضغط على وقف الحرب لا يقابله ضغط مقابل لانهاء الانقلاب الذي يعده سبب الحرب موقع التغيير نت عنوانا في صفحتي الرئيسية عن هدنة جديدة من المحتمل ان تدخل حيز التنفيذ عنوان وزير الخارجي اليمني يعلن موافقتهم على وقف اطلاق النار وتفعيل لجان التهدئة ورفع الحصان عن تعز حيث اعلن وزير الخارجي اليمني عبد الملك المخلافي عن موافقتهم على وقف اطلاق النار لمدة 72 ساعة مطالبا بتفعيل لجان التهدئة ورفع الحصار الذي يفرضه الحوثيون وحلفاؤهم على مدينة تعز قال الوزير المخلافي في تغريدة على حسابه بموقع تويتا قال ان الرئيس عبد الربو منصور هادي وافق على وقف اطلاق النار لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد اضاف قرار وقف اطلاق النار من الجانب الحكومي مرهون بمدى التزام الطرف الاخر وفي اشارة منه الى الحوثيين وقوات المخلوع صالح بالاضافة الى تفعيل لجنة التهدئة وفتح الحصار عن تعز عن واحدة من اكثر الفئات العمرية التي تدفع ثمن الحرب عنوان موقع الوحدوي نتو علق مقتل 647 طفلا واصابة 822 جراء الحرب التي شنتها مليشيا الانقلاب في اليمن قال الموقع ان من بين الاطفال المصابين 19 طفلان يعانون من اعاقة دائمة في الحرب الهمجية التي شنتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية منذ اكثر من عام ونصف وذكر تقرير صادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان انه وثق قيام المليشيات الانقلابية بتجنيل نحو 329 طفلا في حين بلغ عدد المؤسسات التعليمية التي حرم الاطفال منها نحو 959 مؤسسة تعليمية بسبب قصفها تدميرها او تحويلها الى ثكانات عسكرية ومخازن الاستلاح وسجون خاصة او اقتحامها وتفتيشها او التسبب في اغلاقها وقال التقرير الذي رصد انتهاكات حقوق الانسان خلال الفترة من شهر سبتمبر 2014 الى 30 مارس 2016 قال ان عدد المنشآت الطبية المتضررة بلغ 280 منشآة توزعت بين القصف التمترس فرض اتاوات توقف عن العمل بسبب الحصار الذي فرضته المليشيا الانقلابية صحفيون على خطوط النار تحت هذا العنوان كتبت سامية الاغبر في موقع مصدر اونلاين عن ما يتعرض له الصحفيون في اوقات الحروب والازمات وقالت سامية في الظروف العادية كان الصحفي هدفا لجميع الاطراف احزابا وجماعات حتى افراد النافذين وفي الحروب اصبح يستهدف بشكل اكبر واخطر كل طرف يتعمد تجاهل حقيقة دور الصحفي المفترض في نقل الحقيقة والواقع بمهنية وموضوعية لا يتبنى وجهة نظر اي طرف واصبح الصحفي غير المتبني لوجهة نظر اي من المتحاربين عدوة ولم يسلم من الاستهداف حتى اولئك المنحازون او المناصرون لطرف فهم ايضا هدف للطرف الاخر في الحروب والنزاعات عندما يستهدف طرف ما صحفيا بشكل متعمد فهو يستهدف المعلومة والحقيقة لان الصحفية هو العين التي من خلالها يرى الجمهور الحقيقة والمعلومة المتجردة التي غالبا لا يراد لها ان تصل اليه سبعة صحفيين قتلوا خلال العام الجاري 2016 واصيب اخرون بسبب الحرب الدائرة في البلاد فيما لا يزال 13 صحفيا مختطفين منذ عام واحد منهم مختطف لدى تنظيم القاعدة في المكلة ولا يعرف مصيره حتى اللحظة واثنى عشر اخرون مختطفون لدى ميليشيا الحوثي وصالح تسعة منهم اختطفوا في نفس اللحظة ومن نفس المكان وبالطبع كان لعدم اتباعهم اجراءات السلامة دور في تسهيل استهدافهم اما بالقتل او الاختطاف مشاهدين الى موقع مصدر اونلاين والذي تبع احد الموضوعات التي تهم المواطنين عنوان الحكومة تقول انها ستوفر المشتقات النفطية وتحدد سعر اسطوانة الغاز ب 1200 ريال قال الموقع نقلا عن مسؤول حكومي ان وزارة النفط والمعادن في حكومة الرئيس هادي حريصة على توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي لكل المحافظات اليمنية بما في ذلك التي يسيطر عليها المسلحون الحوثيون وقوات صالح ذكر وكيل وزارة النفط والمعادن شوقي المخلافي بان وزارة النفط تعمل على ايصال الغاز المنزلي والمشتقات النفطية لكل المحافظات رغم ما تمارسه ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من عمليات نهب وتلاعب وابتزاز في الاحتياجات الأساسية للمواطنين وأوضح بأن السعر الرسمي لأسطوانة الغاز المنزلي هو ألف ومئتا ريال ومن يتلاعب بهذه الأسعار ستتخذ ضده الإجراءات القانونية نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود إلى الصحافة العربية وعن الشأن اليمني فابقوا معنا أهلا بكم الجديد نعود معكم لمطالعة ما تقوله الصحف العربية هذه المرة هكذا يسافر اليمنيون عنوان للعرب الجديد نقلت من خلاله معاناة اليمنيين الراغبين في السفر خارج البلاد وقالت يقع اليمنيون الراغبون في السفر إلى خارج البلاد تحت ضغوط نفسية ومادية كبيرة منذ أن استعرت الحرب في البلاد وتختلف حاجة الناس إلى السفر من علاج، دراسة، لجوء أو وصول إلى مقرات السفرات الأجنبية في دول عربية بعد أن أغلقت تم إغلاق مقراتها في العاصمة صنعة تنقل العرب الجديد عن سلطان سعيد وهو من أرياف تعز إنه كان مضطرا للالتحاق بكلية الطب التي يتابع فيها دراسة في جامعة لبزيغ الألمانية ولم يكن أمامه حل سوى التوجه جنوبا نحو مطار مدينة عدن علما أنه واجه صعوبات في حجز تذكرة سفر لكنه لم يتمكن من الدخول إلى المدينة بعد رفض مجموعة مسلحة تتكفل بحماية محيط المدينة السماح له بالدخول يساهم تقلص عدد المطارات والمرافق المفتوحة في اليمن كما تقول الصحيفة في تداهر الأوضاع الصحية في البلاد وقد ظهر ذلك جليا عقب استهداف قاعة للعزاء في صنعاء أخيرا إذ استحال نقل أكثر من خمسمائة جريح لتلقي العلاج في الخارج يذكر أن ألاف المرضى عاجزون عن السفر لمتابعة أوضاعهم الصحية الأمر الذي يعد تحديا صحيا كبيرا يضاف إلى صعوبات أخرى صحيفة الخليج الإماراتية قالت في أحد عنوينها حملة وشيكة لتحرير الحديدة وإنهاء تهديد الملاحة حيث كشفت مصادر عسكرية مسؤولة عن إقرار الجيش الوطني حزمة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى الحد من تهديدات الميليشيا الإنقلابية للملاحة البحرية الدولية في منطقة مضيق باب المندب أكد العميد عبد الكريم سيف الحدي هو أحد القيادات العسكرية في جبهة حرض ميدي أكد في تصريح للخليج أن قوات الجيش الوطني أقرت تصعيد العمليات العسكرية الهادفة إلى تسريع بتحرير محافظة الحديدة الساحلية والتي تطل على مضيق باب المندب بالتزامن مع استعادة السيطرة على منطقة ذباب وإنهاء وجود الإنقلابيين في منطقة ميناء المخى الذي يعد أحد المنافذ البحرية المؤدية إلى منطقة باب المندب أشار العميد الحدي إلى أن الحثيين وقوات صالح استبقوا حملة عسكرية وشيكة للجيش الوطني لتحرير محافظة الحديدة بنشر مجميع إضافية من عناصر الميليشيا إلى جانب تعزيز تواجدهم في جزيرتين حنيش الكبرى وزقر الواقعتين على البحر الأحمر نذهب الآن للمطالعة أيضا عن الأخبار حول الشأن اليمني من صحيفة الاتحاد عنوانت في صفحتي الرئيسية محافظ أبيان يؤكد فرض هيبة الدولة عقب طرد الإرهابيين محافظ أبيان الخاضر السعيدي أكد لصحيفة الاتحاد أن هناك ترتيبات تجرى لها يجرى التحضير لها من أجل تفعيل الأجهزة الأمنية والقضائية والنيابة في المحافظة ضمن الخطوات المتواصلة لتطبيع الحياة عقب تحرير المحافظة من الجماعات الإرهابية في أغسطس الماضي أضاف السعيدي أن أبيان رفضت العنف التطرف والإرهاب وأن المرحلة الراهنة تتطلب منها فرض هيبة الدولة وسيادة النظام والقانون من خلال جملة من الخطوات بدءا بترتيب أوضاع الأجهزة الأمنية النيابات العامة دور القضاء المحاكم في مختلف المدريات من أجل استئناف عملها خلال الفترة القليلة القادمة عن انهيارنا العظيم المتمادي تحت هذا العنوان كتب حازم صاغية مقالا ونشره في جريدة الحياة وقال الكاتب في البرهانة على أن الثورات العربية لم تفشل سادت لفترة نظرية يقودها التفاؤل إلى البؤس فقد قيل إن الحسم النهائي للتناقضات يستغرق دائما أوقات طويلة قبل أن يكتب النصر وترس الأمور على خلاص ولهذا الغرض كان يستشهد بالثورات الأوروبية لا سيما ثورة فرنسا في عام 1789 وثورة 1848 لشديد الأسف ليست الصورة على هذا النحو فقد كان ولا يزال الغائب الكبير عن هذا التحليل الحسن النواية أن الثورات الأوروبية حصلت من ضمن عملية صعود طاولت كل شيء من الدولة والمجتمع والاقتصاد إلى الثقافة والدين والقيم وبالتالي كان العنف الذي استجرته والمدى الذي استغرقه انتصارها أو فشلها أقرب إلى أزمات النمو قياسا بحالات التحلل التي أسفرت عنها الثورات العربية المضادة بعد تداعي الثورات لكن ما يرقى إلى مصيبة لدينا أن ما تكشف ويتكشف مما افتتحه إخفاق الثورات أكبر كثيرا من أن يقتصر على ذلك فهو يتجاوز كونه تعبيرا عن إحباط التغيير وظفر التعفن إلى احتباره فشلا لكل شيء وفي كل شيء فكأننا والحال هذه عشنا عشرات السنين ونحن نتحيل ونتجاهل ونتنصل بحيث تجمعت الفواتير التي اعتقدنا أننا نجحنا في تفاديها وبات علينا بضربة واحدة أن ندفع الفواتير المتراكمة جميعا فيما نحن لا نملك شروى نقير فانتصار الثورات المضادة سبب كاف لأن يفتح الباب على الخراب لكنه وحده أقل كثيرا من أن يفسر مدى الانتشار الذي يشمله هذا الخراب العابر للحدود الوطنية والمصحوب بعمق العنف الدائر فضلا عن انسداد الحلول وانحدام الآفاق إلى صحيفة الشرق الأوسط حيث عنونت وقالت السجن لسعوديين أحدهما نظم شعرا مؤيدا لداعش والآخر قام بحراسة معسكراتهم قالت الصحيفة إن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أصدرت حكما ابتدائيا لسعوديين بالسجن حتى ست سنوات وبمنعهما من السفر لإدانة أحدهما بكتابة قصائد شعرية مؤيدة لداعش بعد أن انتهج فكرها وعزم على السفر إلى مناطق الصراع في سوريا وأدين المتهم لكتابته عددا من القصائد تتضمن الثناء على تنظيم داعش وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه معرفا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ودخوله لمواقع تنظيم داعش وتواصله مع أحد الأشخاص لغرض خروجه إلى أماكن الصراع وتخزين شعار داعش ومقطع صوتي لقائد تنظيم داعش صحيفة القدس العربي عنونت في إحدى موضوعاتها الأكثر قرعة الحكومة النمسوية تعتزم إزالة المنزل الذي ولد فيه الزعيم النازي هتلا قالت الصحيفة من المنتظر إزالة المنزل الذي ولد فيه الزعيم النازي أدولف هتلا في مدينة بروناو إم آين في النمسا وبناء مبنى جديد في موقعه وذلك وفقا لمصرح به وزير الداخلي النمسوي لأحد الصحف في تصريحات لصحيفة نمسوية قال الوزير المنتمي إلى حزب الشعب النمسوي قال إنه من الممكن الإبقاء على الأسس لكن سيتم تشهيد مبنى جديد وأضاف أنه يستجيب بهذه الخطوة لتوصية من لجنة خبراء وذكر أنه من المنتظر أن يتم استخدام المبنى الجديد من قبل مؤسسة اجتماعية أو إحدى الإدارات تتابع الصحيفة المنزل المنزل كان ولا يزال مقصداً للنازيين الجدد من كافة أنحاء أوروبا حيث يأخذ هؤلاء صوراً تذكرية في هذا المكان أضواء على الفوضى العربية تحت هذا العنوان كتب محمد حسن الحربي مقالاً ونشره في صحيفة الاتحاد وقال الكاتب في أجزاء من المقالة وطننا العربي اليوم يمر بامتحان كبير غير مسبوق في التاريخ الحديث والخطة الكبيرة التي يجري تنفيذها على أرضه تقوم على فكرة خطيرة بدأت ملامحها تنجلي شيئاً فشيئاً في غير مطرح في أرضنا حتى أن تفاصيلها تكاد تحرف بسهولة ليس فقط من رجل الشارع البسيط بل حتى من حسير النظر وذلك كله من شدة هولها وما خلفته وستخلفه من دمار يتعدى الخوف والنقص في الثمرات والأنفس إلى تقويض كامل لحضارة هذا الجزء الخاص من العالم وإذا كنا اليوم نتذكر بكثير من الحزن والألم ذكر مرور مئة عام على اتفاقية سيكس بيكو الإنجليزية الفرنسية فإنه يلوح لنا في الأفق الراهن ما يجعل يومنا أشبه بأمسنا وإذا كانت تلك الاتفاقية المؤامرة قد نجحت في تقسيم الوطن العربي إلى دويلات وزرعت فيروس التناحر في جلها فإننا اليوم أمام اتفاقية أخرى سرية لتقسيم المقسم وتجزيء المجزأ تقوم على الإثنيات والأعراق والأديان والطوائف أو اختصارا على الأقليات المصطلح الذي أطلقه المفكر الإسلامي الجزائري مالك بن نبي واتفاقية اليوم السرية جديرة بحمل أسماء أبطالها الحقيقيين أبرزهم هيرني كسينجر وزير الخارجية الأمريكية الأسبق الذي قال يوما في منطقة الشرق الأوسط وجدت كل الأديان ولا يمكن التعامل مع دولها إلا من خلال الدين قد لا يكون من قبيل المصادفات أن كل قرن مئة عام ينزلق العالم العربي إلى منحدر جديد يكون أكثر خطورة من سابقه محتجون في بريطانيا نظموا وقفة احتجاجية تضامنا مع الأطفال في مخيم كالي في فرنسا وقد اختار المحتجون طرق عديدة للتعبير مع سكان المخيم وضعوا اللون الأحمر على وجوههم وحملوا صورة ورسومات الأطفال جولتنا اليوم المصورة تنقل طرق التعبير من خلال الصور الواردة من العربي الجديد نتابع سويا اشتركوا في القناة بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى الختام ألقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة وأترككم مع الكاريكاتور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة